الشعور بالنفحات وإنك تفرح إنك علمت إن النفحات دي تتصف بالديمومية إلا إذا أنت كنت عايش في تمام المعية فالمعية مش حالة أنت بتستدعيها لما تكون تعبان ولا بتكون متداية المعية فضل من الله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم يبقى إذن المعية فضل من الله فأنت مغمور في المعية الله في كل وقت فعشان كده لازم تكتب على قلبك كن مع الله ترى الله معك ومش السؤال إمتى يكون الله معاك السؤال إنت إمتى تكون إنت مستحضر معية الله سبحانه وتعالى لأن كرم الله دائم ومعيته لا تزول لذلك ما يصحش إنك تظن إن النفحات لها وقت محدد أو أعمال محددة وإنما هي موجودة في كل الأعمال قبل العمل وفي أثناء العمل وفي بعض العمل عشان كده قبل العمل بيبقى في نية وفي أثناء العمل بيبقى فيه ذكر وفي نهاية العمل بيبقى فيه حمد عشان تعرف إن النفحات موجودة طول الوقت ولذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله في أيام دهركم لنفحات فتوزيع الجمع على الفرادة يعني هناك نفحات في كل يوم مش نفحة واحدة بس وعشان كده من يسأل ماذا أفعل لأدخل المعية لا يفهم معنى المعية يعني اللي بيقول أنا عامل إيه عشان أبقى في معية الله أنت أصلا في معية الله كلامك أنت بتتكلم لأن كلامك هو جزء من إنك في معية الله لأن المعية معناها أن الله سبحانه وتعالى دائم الكرم دائم النفحات دائم المدد يبقى أنت لما تحس بهذا الكلام إيه اللي هتشعر به مش هتشعر في أي وقت من أوقات أنت مهدد أو ألان أو هتحس أنت مش هتلاقي لأن إيه اللي حاصل يمين الله ملأ سحاء الليلة أهو فين بقى الحديث الحديث أهو في الصحيين يمين الله ملأ سحاء الليلة والنهار فإذا سحاء الليلة والنهار تنزل نفحات على العباد وتكرم العباد وعشان كده بعض الناس بيتعاملوا مع المعية على إن هي فكرة وده مش حقيق المعية ليست فكرة وليست معنى تستدعي وقت ما تشاء لتخفف عن نفسك الأحمال أو الهموم أو الوجع إنما المعية حقيقة بها بنعرف الحياة أنت بتعرف الحياة بأن جزء من معرفتك بالحياة أن الحياة في معية الله لو كانت حياتك مش في معية الله أنت عايش في وهم فأنت بالله فأنت مثلاً متعرفش قانون الجاذبية هل يمنع هذا أن الجاذبية موجودة لو أنت متعرفش قانون الجاذبية بالتأكيد لا بس هو موجود وكذلك أنت لو غافل عن المعية هذا لا يعني إن المعية مش موجودة في بعض الأحيان الأطفال في تفكيرهم السازق في بعض الأحيان بيغمضوا عنهم لما يجي عليهم الخطر بيظنوا إن الخطر لو هم مش شايفينه مش هيبقى موجود لا مش كل حاجة أنت مش حاسس بيها ما بتبقاش موجودة المعية هي التي أنت في حصنها التي أنت غارق في حفظها أنت غارق في رعية المعية علشان كده بقول لابد أن أنت تتعامل مع الحقائق الربانية بهذا المعنى إن هي موجودة ودائمة وإنك غافل عنها مش إن هي بدل أنت مش حاسسها ولا مدركها تبقى مش موجودة وهذا من تمام ود الله سبحانه وتعالى فالمعية موجودة والكرم دائم في كل حال لأننا لا نتحمل تجليات جلاله سبحانه وتعالى بدون معية جماله سبحانه وتعالى ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما قال وَوَمَعْكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ لِأَنَّ اللَّهَ نَاظْرٌ وَحَاضْرٌ وهذا ما يسمى وهو معكم أن الله معنا حاضر ومعنا ناظر فجماله في معيته فنحن محصنون بهذا الجمال ومحصنون بهذه الرعاية علشان ما يحصل لناش زي ما حصل للجبل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة فالمعية معانا تحفظنا وترعانا من جلال الله سبحانه وتعالى فأصبح جلاله في الخلق والقهر والتدبير موضوع في جماله فبقينا حسين وعيشين فيه الله لطيف بعبادي فتكون المعية معية لطف